أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان في سؤال وصل وطبعا عدة أشخاص سألوني نفس السؤال لكن بطرق متعددة هل من الضرورة أن يدحرج حجر قبر المسيح وسؤال آخر بنفس الصياق بيسأل الشخص إذا كان جسد المسيح انسحب أو انسل من الكفن وإذا كان المسيح ظهر للتلاميذ في العلية والأبواب مغلقة فما الحاجة لدحرجة الحجر لماذا لم يظهر لرؤساء الكهنة ويبرهن لهم عن قيامته أحبائي خلينا أقول بكل صراحة في البداية الأسئلة لماذا ولماذا ولماذا كأن الإنسان من حاول انحط الله القادر على كل شيء الحاضر والموجود في كل مكان نصيغه بشوية الطراب اللي موجودة في عقولنا ومنحاول نستوعب ونفهم اللا محدود بالمحدود واللا متناهي بالأمور المتناهية وبعدين ببساطة وليه هاي الأسئلة يعني نسأل الله ومن ناحية تاني لو سألنا الله لابد انه تكون عندنا أسئلة تانية طب هو ليه ما عملش كده أو عمل كده أو إلى آخره فحتى هذا النوع من أسلوب الأسئلة غير مقبول ولكن طبعا من ناحية تاني الله بيحترم عقولنا وبيحترم منطق الإنسان مش الله هو اللي خلق الإنسان على صورته الأدبية مش الله اللي أعطى الإنسان عقل يفكر وعين تبصر وأذن تسمع مش الله اللي خلق الذكاء في الإنسان وروح التمييز مش الله اللي أعطى الحرية للإنسان يعمل القرارات والاختيارات الصحيحة والصائبة إنه الإنسان مش مجرد لعبة عرائس فالإنسان يستطيع أن يتخذ قرارات ويستطيع أن يعني يعمل الاختيار الصحيح أحبائي حتى أجاوب على هذا السؤال خليني من البداية الله بيتعامل مع عملة الإيمان مكتوب عن شعب إسرائيل لم يدخلوا إلى الراحة لعدم الإيمان يعني جيل كامل هلك في الصحراء المشكلة كانت لعدم الإيمان المسيح أحبائي بيتعامل مع الإيمان شوفوا مكتوب عن يسوع لما كان في بلده في مدينة الناصرة مكتوب ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم بعدين مكتوب وتعجب من عدم إيمانهم الرب تعجب مرتين مرة تعجب من إيمان إمرأة أممية إمرأة كنعانية تعجب من إيمانها وهنا تعجب في إنجيل مرقص هاح 6 تعجب يسوع لعدم الإيمان رغم أنه شافوا معجزات خارقة وآيات عظيمة من الرب يسوع المسيح وهي طبيعة الإنسان أحبائي في لوقة إصحاح 16 قصة الغني وآل عازر قال له إبراهيم برد على الغني عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم فقال هنا أحبائي رسالة من الجحيم من قلب الألم والعذاب واسمع هذه الرسالة مهمة جدا أن الجحيم هو مكان حقيقي مش وهمي أو خيالي فبقول له لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى واحد من الأموات يتوبون فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون في أكثر من هيك حتى لو واحد قام مش رايح يصدق في العهد القديم الله تكلم وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملتوا في وسطهم ده شافوا الضربات على مصر شافوا كيف البحر الأحمر بيتشق وشافوا معجزات خارقة من الله عم بنزل المن وعم بيعطيهم ماء من الصخرة ومع كل هذا يعني لما بعت المرشدين إلى الأرض أرض كنعان رجعوا بتقرير سلبي كنا في أعينهم كالجراد وهكذا كنا في أعيننا لكن يشوع بن يفن ويشوع بن كالب ويشوع قالوا هذه العبرات هم خبزنا إننا قادرون على امتلاكها فالنتيجة إنه الله أدان شعب كامل في العهد القديم لعدم التصديق لعدم الإيمان فنفس العهد الجديد الله بيتعامل مع الإيمان اذهب إيمانك قد شفاك اذهب إيمانك قد شفاك وهكذا صلاة الإيمان تشفي المريض ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه ففعلا الرب بيتعامل مع عملة الإيمان حتى بقول ولو قام واحد من بين الأموات برضو مش حيصدقه فاللي سأل طيب هو المسيح لما ظهر طب ما كان يظهر لحنان وقيافة ورؤساء الكهنة ويبرهن يقين المسيح أحباقي مش بيلعب ألعاب سحرية طب ما هو هيرودوس أنتيباس كان بيترجى كان بده آية معجزة يشوفها من يسوع مش بهذا الطريقة المسيح بيصنع المعجزات حتى يعجب الناس لا معجزات المسيح محبة رحمة خير لخلاص وشفاء وبركة الإنسان ما في معجزات إلا إلها غرض وقصد إلهي فيها بعد روحي تفسير روحي عمق روحي لمعجزات المسيح هو أصلا حيث وجد المسيح وجدت المعجزة فلا تحتاج إلى معجزة طالما أنت في حضور يسوع إنها معجزة لكن شوف رؤساء الكهنة كانوا عارفين مية في المية بكل يقين أصلا من المحاكمة يعني حكموا على يسوع قبل المحاكمة بخداع بكذب بشهود زور وحتى لما راحوا لابلاطوس قالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر يعني استخدموا المراوغة والخداع والرياء وباعوا ضميرهم وباعوا وطنيتهم وباعوا يعني بسبب الفلوس أبوهم وأمهم باعوا كل شيء بس إنه يتخلصوا من هذا الإنسان بعدين كلام يسوع على الصليب لما سمعوا يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون سمعوا هذا الكلام سمعوا يعني كلام المسيح مع اللص التائب الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس أعطاه الحياة الأبدية عم يتكلم على الصليب يعني ماسك وهو تحت الآلام المبرحة لكن له السيادة والسلطان المطلق الكامل يعني بعدين شافوا في يوم الصلب الزلزلة اللي حدثت والظلم الكثيفة لمدة ثلاث ساعات حتى المؤرخ تالوس اللي هو مؤرخ مش مش يهودي يعني ولا مسيحي اللي قال عن هذه الظلمة الكثيفة وطبعا اليوم بأيدها العلم اللي بيدرس طبعا حركات النجوم الظلمة الكثيفة الزلزلة طب شو في أكتر من إنه كان الفصح في أكتر يعني يعني مليون شخص يمكن بين أورشاليم وحاول أورشاليم والضواحي والقرى والضياع والرؤساء عرفوا إنه حجاب الهيكل انشق من فوق إلى أسفل هذا الحجاب سميك بيحتاج لتلاتمائة رجل إنه يرفعوا انشق هذا الحجاب ومع كل هذا لا يصدقوا كان بهمهم السياسة والمراكز والسلطة للأسف الشديد فبتقول ليش مظهر لهم طبعا في أكتر ما إنه أعطوا تعليمات لشاول الترصوصة إنه يضطهد الكنيسة وإيه أكبر من دليل إيمان شاول الترصوصة اللي تغيرت حياته واللي شاول نفسه وقف بالمحاكمة أمام هؤلاء الأشخاص هل في برهان أكتر من هيك؟ ده حتى لو قام مش رايح يصدقوا ده واحد منهم شاول اللي قاد كل حركة الاضطهاد وقتل استفانوس والتعذيب للمسيحيين بكل الوسائل بل الأصعب من هذا مش مكتوب إنه أشاعوا كذبة بسرقة الجسد قولوا الحراس قولوا إنه التلاميذ جاءوا يعني ونحن نيام جاءوا ليلا وصرقوا الجسد هو كيف عرفت إنه التلاميذ اللي صرقوا الجسد إذا أنتوا نايمين يا حراس وبعدين اللي بيصرق الجسد مش بياخد الجسد وبينبشوا فده حتى الكفن كان موجود كان دليل لإيمان يحن مكتوب رأى فآمن فرأى وآمن وبطرس طبعا وشافوا المنديل موضوع جانبا فإذا كلها يدلاء الأحبائي مش عاوزين يآمنوا ولا عاوزين يقبلوا الرب يسوع المسيح بعدين شيء آخر ما أنتوا عارفين أنه أنتوا اللي أشعتوا الكذبة في سرقة جسد المسيح وبعدين أنتوا شفتوا إيمان شاولوا الترصوصة بعدين أنتوا شفتوا كيف التلاميذ كانوا هاربين وخايفين لما امتلأوا من الروح القدس وين كانوا بيتكلموا؟ كانوا بيتكلموا في منطقة الهيكل في الهيكل نفسه و3000 نفس آمنت وشو كانت الجهارة؟ إنه يسوع حي إنه يسوع قام من الأموات ونحن شهود لذلك في أكتر من هيك براهين اللي شفوها رؤساء الكهنة كل هذه التغيرات التغيير الجذري في حياة التلاميذ من الخوف من عدم الإيمان من الشكوك إلى شجاعة إلى جرأة إلى جهارة إنه يتكلموا علنا عن قيامة يسوع المسيح ثم أحبائي دحرجت الحجر الرب يسوع قادر يدحرج مليون حجر ما هو اللي خالق السماء والأرض دحرجت الحجر مش مشان يسوع دحرجت الحجر هي مشانك ومشاني حتى نسمع كلام الملائكة لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو هاهنا لكنه قام فدحرجت الحجر هي دليل للشهود للمريمات لمريم المجدلية لبطرس ليحنى لما ركدوا شافوا من الغرف الأولى يحنى نظر شاف الأكفان بطرس دخل لجوه شاف المنديل موضوع وآمنوا بقيامة يسوع المسيح فإذن القبر فارغ عشان أنت وآنا نروح نشوفه أنه مش موجود في القبر الناس كلها بتزور قبور الأنبياء لكن أجسادها أنتنت تستنى يوم القيامة لكن المسيح مكتوب عنه لم يدع تقيه يرى فسادا فالحجر المدحرج العظيم هو برهان على دليل القيامة أنه الختم الرماني تكسر وأنه انسل الجسد من الكفن وأنه ظهر يسوع المسيح للتلاميذ وها الدليل صمت الأعداء عندما كان التلاميذ بيتكلموا فلم يستطع أحد أن يقول لا إحنا رأينا الجسد لأنه ليس هو هاهنا لكنه قام فإذن القبر فارغ يسوع حي هذه كانت علامة ودليل أنه القبر فارغ حتى أنت وأنا نؤمن بقيامة يسوع المسيح وأنه يسوع المسيح الحي على فكرة مش من فترة قبل هذا الموضوع أقام ألي عازر من بين الأموات كان في حجر وبعدين قال طلب منهم أن يدحرجوا الحجر صرخ لعازر هلما خارجا فخرج بس عم بحاول هيك يطنطنط لأنه مربوط وملفوف بمنديل قال قال هذه العبارة حلوه ودعوه يذهب طب ما هو اللي أقام ألي عازر وخلق له جسد جديد بعد ما أنتن بالقبر أربعة أيام هو مش قادر أنه يعني يطلع ألي عازر بدون الأكفان فيك تحلل ما تحلل لكن فيه أمور لازم أنت وأنا نعملها هو بيعمل عمله بس أنت وأنا عملنا أن نؤمن بالرب يسوع المسيح القادر على كل شيء نعم أحبائي إنسل المسيح من الكفن وظهر للتلاميذ والأبواب في العلية والأبواب مغلقة هذا الجسد الجديد ما عدش محدود في الزمن ما عدش محدود بالحدود الجغرافية أو محدود في أصوار والأبواب ولا محدود للجاذبية فلما صعد إلى السماء صعد أمام التلاميذ هذه حياة يسوع هذه معجزة الرب يسوع المسيح قام فيها فأنا بصلي أن الرب يعني تصليها يا رب زيد إيماني أعن ضعف إيماني وخليني أختم بهذه العبارة لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت بصلي أنه تكون بركة لحياتك وشارك هذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن يستفيد من خلال هذا التأمل أو الرد على هذا السؤال ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر